عقد صباح اليوم أعضاء مجلس إدارة الشركة الشادية للمحروقات الاتماع العادي للشركة وذلك بهدف تقييم أنشطة شركة المحروقات خلال العام 2016 بالإضافة إلى التقديم مع تقريراً اعتماد ميزانية العام 2017 ومواضيع أخرى وقد رأس المناسبة رئيس مجلس إدارة الشركة الشادية للمحروقات ناقوم يمسو حبيب حامد حمد أبرس بعد اجتماع مغلق لأعضاء مجلس إدارة الشركة الشادية للمحروقات استقرق أكثر من ثلاث ساعات اعتمد المجلس ميزانية الشركة لعام 2017 كما نظر في اتفاقية التعاون المبرمى بين الشركة الشادية للمحروقات والشركات البترولية الأخرى فيما يتعلق بتفعيل حقول بيترول سيديجي ودرس المجتمعون كيفية وطع أنابيب بطول 300 كيلو متر لتربط بين الجرماء والسيديجي فضلا عن إنشاء وحدة لإنتاج خزانات الوقود والغاز ووضع كل الإمكانيات اللازمة للشركة لتوفير كل أنواع الغاز وأشاد المجلس عبر بيان صحفي بعمل الشركة الشادية للمحروقات خلال الستة أشهر الماضية والتي استطاعت خلالها استدراك المحاسبات المتأخرة لأكثر من عامين وإنهاء بعض العقود الباهزة التكلفة والأجور غير المجددة ودفع كل الضرائب والاشتراكات الاجتماعية البترولية ومن جهة أخرى تفائل أعضاء مجلس إدارة الشركة من أن مشروع تفعيل حقول سيديجي الذي سينطلق في أكتوبر من العام الجاري قد يحدس أثرا اقتصاديا إيجابيا من خلال إنتاج المشتقات البترولية التي تم انتظارها منذ سنوات عديدة وتتمثل مهام الشركة الشادية للمحروقات التي أسست في أغسطس عام 2006 في إنتاج ونقل مشتقات البترول السائلة والغازية وتوزيعها وبيعها في الأسواق إضافة إلى المساهمة في التقدم الصناعي والاقتصادي والتجاري وتفعيل الشراكة مع القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية فضلا عن سعيها لإنشاء محطات ذات كفاءة عالية للمواد البترولية ومشتقاتها